السيد عمر سلمان نائب رئيس الجمهورية السابق كان قد أدل بأقواله في تحقيقات تمت خلال الفترة الماضية المحررة والكاتبة الصحفية الناشطة خديجة عفيفي وعلى فكرة شهادة للتاريخ دائما تكتب الحقيقة في كل ما تكتبه خصوصا نقلا عن تحقيقات النيابة النهاردة انفردت بسبق صحفي عالمي عندما حصلت على بعض من أقوال عمر سلمان نشرت في جريدة الأخبار اليوم اللي قال فيها أن مباركة لديه علم كامل بكل الرصاصة أطلقت على المتظاهرين وبأعداد كل من سقط من الشهداء والجرحة وحتى الشهداء الأطفال وقال أنه عنده فكرة بكل التحركات العنيفة والتعليمات اللي أصدرها حبيب العدلي في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات ومحاولة تفريقهم بالقوة وقال أن مبارك لم يأمر على الإطلاق بوقف هذه الممارسات العنيفة ولم يبدي استعدادا لرفضها أو حتى يقول لهم بلاش إطلاق الرصاص الحي وده معناه أن الرئيس السابق متورط حتى النخيع في قتل أبنائنا المسالمين أكتر من 823 شهيد ناهيك عن آلاف الجرحة لشان كده البهوات اللي بقولوا والله ده كان شغل حبيب العدلي بنقول لهم آه ده هاي شهادة سيد عمر سلمان اللي كان في هذا الوقت مدير المخابرات العامة المصرية وكان بيوافي الرئيس السابق بتقارير أول بأول من جانبه وكان على علم وبين بالصورة كاملة ولذلك أتصور أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تاريخ كل من تورطوا في ارتكاب هذه الجرائم وإحنا أعرفين خلال الساعات القليلة القادمة سيتحدد الموقف الخاص بنقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى مزرعة طرة لأن المحاكمات ستتم في الغالب الأعام في محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس وزي ما احنا شايفين هذه الاتهامات ليست هينة وليست سهلة وهي مدعمة بأقوال وشهود ووثائق دامغة في الفترة القادمة بالتأكيد ستفتح كل الأبواب لنرى الحقيقة والحقيقة فقط